اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمشاركة الناجحة لمملكة البحرين في معرض اكسبو ميلانو 2015 والذي اقيم بجمهورية ايطاليا الصديقة مؤخرا وبما حققه جناحها الوطني من نجاح باهر وإقبال جباهري كبير عكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين وما تتميز به من تراث وتاريخ عريق وموروث انساني وثقافي ومنجزات في جميع المجالات جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين الثقافة والأثار وذلك بمناسبة فوز جناح مملكة البحرين في اكسبو ميلانو 2015 بالجائزة الفضية احدى اهم جوائز الاكسبو المخصصة لمجال الهندسة المعمرية وذلك من بين حوالي 150 بلدا مشاركا في هذا المعرض وقد هنأ العاهل المفدى الشيخة مي بنت محمد بهذه المناسبة معربا حفظه الله عن تقديره لجهودها وكفة القائمين على الجناح الوطني للمملكة والتي أسمت في تحقيق هذا التفوق والإنجاز العالمي والذي يوضاف إلى الإنجازات المتعددة التي تحققها المملكة في مختلف المحافل والمنتدىات والمعارضة ويمثل تأكيدا على قدرة العمارة البحرينية أن تكون منجزا ينافس دول العالم ويضيف إلى رصيد منجزاتها ومشاركاتها كما هنأ جلالة الملك المفدى معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة باختيار مدينة المحرق عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2018 ميلادية وأكد الملك المفدى أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض التي تعد فرصة طيبة لمد جسور التعاون والتقارب مع مختلف الدول والشعوب والترويج لمملكة البحرين باعتبارها بلدا رائدا ومتقدما على صعيد التنمية والتطور الاقتصادي والثقافي والسياحي كما أكد جلالته على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة بما تمتلكه من حضارة عريقة وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة ولكونها مركز إشعاع للمعرفة والثقافة منوها رعاه الله بأن البحرين كانت ولا زالت موطن التسامح والتعايش والمحبة والسلام بين الجميع وأشاد العاهل المفدى بالجهود الطيبة التي تبدلها الشيخ مي بنت محمد آل خليفة للحفاظ على تاريخ وحضارة البحرين وتراثها العريق وتنمية وتطوير المواقع الأثرية متمنيا لها ولكافة العاملين في هيئة الثقافة والآثار دوم التوفيق خدمة للوطن العزيز وقد رفعت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان لصاحب الجلالة حفظه الله على توجيهات جلالته السامية وعلى ما يوليه جلالته من دعم متواصل للثقافة والتراث مشيدة بالإنجازات والنجاحات المتميزة والمتواصلة التي تحققها مملكة البحرين وبخاصة في الحقول الثقافية والتراثية في عهد جلالته الزاهر كما نوهت معاليها إلى أن جناح البحرين في معرض إكسبو ميلانو استقطب أكثر من مليونين ومئتي ألف زائر الذين أبدوا إعجابهم بهذا الجناح وما تضمنه من تصاميم معمارية منوهة بأهمية التصميم المعماري المستدام لجناح المملكة والذي سوف ينقل بكامله إلى البحرين قطعة من البحرين كانت قد بسطت على أرض معرض إكسبو ميلانو جعل من أعين زواره تشرئب نحو رونقها المعماري وحدائقها ذات البهجة والثمر التزام بموافاة الشروط وتنوع في المعروضات إلى جانب مليوني زائر كلها عوامل أفضت إلى نيل البحرين الأسبوع الماضي جائزة المرتبة الفضية في المعرض وبعد أن وطأت الجائزة أرض البحرين عقدت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وبحضور السفير الإيطالي في البحرين ألبيرتو فيكي مؤتمرا صحفيا لاستعراض هذا المنجز العالمي وتبيان الأسباب التي جعلت من ركن البحرين محطة اختيار لجنة تحكيم الإكسبو كما تم الإعلان عن إعادة تشييده في مدينة المحرق بالتزامن مع اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 هذا النجاح الجميل يؤكد أن ما تختاره الثقافة ما تعتني بتقديمه للعالم عبر مشاركاتها في المحافة الدولية وحصولها على هذه الجائزة لهو حضور للبحرين على أجمل مستوى وتقديم لكل ما تتميز به البحرين من خصوصية تميزها عن ربما مع عدد كبير من المشاركات التي قدمت أيضا أجنحة متميزة لقد جذب جناح مملكة البحرين في إكسبو ميلانو 2015 اهتمام الحضور والإعلام الإيطالي والعالمي بسبب تمييزه في العرض وهذا ما أهله للفوز بالمرتبة الفضية في مجال الهندسة المعمارية جناح مملكة البحرين حظي خلال فترة المعرض باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية وذلك نظرا لما قدمه من بناء عصري ومشهد طبيعي زراعي احتوى ثمرا بحرينيا أصيلا إلى جانب دخوله ضمن قائمة الأجنحة الأكثر تحقيقا للاستدامة هي الجائزة بالذات اللي حصلنا عليها هي الجائزة لأحسن جناح بالنسبة للعمارة والزرع نوعا ما بالذات ليش اختاروا جناح البحرين اختاروا لأنه كان عنده رسالة واضحة اللي هو ترويج الارث الزراعي من خلال هالعشر حضائق المثمرة وتانيا لأنه المعمار نفسه كان متميز وكان له شخصية قوية ليس هذا فحسب فجناح البحرين لم يدع شاردة وواردة من ثقافة البحرين إلا وتم عرضها أزياء ومأكولات إلى جانب بعض الفنون الشعبية اجتمعت كلها في مساحة 2000 متر مربع لتصبح البحرين بعد ذلك الوطن العربي الوحيد الذي تفرد وتفوق بسامل ابدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر